كما أعلن شوقي بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الرابع من سبتمبر المقبل مشيراً إلى أنه رغم اعتماد نظام التصحيح الإلكترونية فإن التظلمات متاحة أمام طلاب الثانوية العامة ومن حق أي طالب التقدم بتظلم بدءاً من الأحد المقبل عبر رابط على موقع الوزارة بالإنترنت سنتيح لحضراتك رابط إلكتروني يوم الأحد القادم وخطوات لطلب لمن يريد إعادة فحص إعادة فحص يعني بيقول لنا تأكدوا لو سمحتوا إذا كانت الورقة بتاعتي حصل فيها لخبطة أو لا لو هي الورقة بتاعتي ما فيش أي حاجة تانية نقدر نتكلم عليها لأن الباقي كله بيعملوا الكمبيوتر وده يعني اختلاف عن التظلمات التقليدية هندي لحضراتكم الرابط والوزارة هتاخد أقل من أسبوع وترد على أي طلب هيجي لها في هذا الشأن الدور التاني اعتمدنا الجدول بتاعهم بارح مع اعتماد النتيجة هيبدأ يوم 4 سبتمبر وهيخشه حوالي 160 ألف في الدور التاني من المجموع بتاع الطلاب اللي دخلوا امتحانات السنوات وهنعلن الجدول بتاعه في اليومين ثلاثة الجايين باردو بس عشان نخطط الدور التاني هيبدأ يوم 4 سبتمبر ترجمة نانسي قنقر